اشتركوا في القناة وأكدت سموها أن هذا الأمر الملكي يأتي بمثابة تكليف رفيع المستوى يؤكد على المكانة الرفيعة للمرأة البحرينية وحجم الثقة والاعتزاز بشهودها وقدرتها على الإسهام المؤثر في مسيرة التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول لنساء الوطن والذي نستمد من رؤيته الرحبة والسباقة العزم والحماس لتقديم كل ما يلزم لتعظيم مكاسب المرأة البحرينية واستدامة تقدمها وأعربت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى عن فخر سموها بهذا التعيين متمنية للدكتورة المضحكي التوفيق والسداد في حمل مسؤولياتها الجديدة التي تأتي في سياق خبراتها الثرية وأنجازاتها البارزة في هذا المجال الحيوي وبما سيصب في اتجاه المزيد من التطوير لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين في سياق ما تصبو له الخطط الوطنية لإصلاح التعليم وتجويد مخرجاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر